اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الموسيقى بالزكاء الاصطناعي حلقة النهاردة مختلفة شوية هنتكلم عن الحاجات اللي هي البودكاست وكده. البودكاست طبعا كده كده تقدر تقول اي حاجة بصوتك وتسجل والكلام ده كله وفيه بقى موقع جميل جدا اسمه طبعا موقع ده في ناس كتير قبل يتكلموا عنه. آآ فكرته جميلة جدا ان هو اصوات موجودة بتقدر تكتبله اللي انت عايزه وهو يقول اللي انت كتبته. طبعا آآ كان الموقع طول الوقت بالانجليش واللوقتي بقى يدعم العربي كمان. فدي حاجة جميلة جدا. اول ما بتفتح الموقع بتلاقي الشكل ده كده. وكمان ينفع انت تسجل صوتك بحيس ان انت يبقى ايه يعمل يعمل استنساخ لصوتك. فبعد كده انت مسلا عايز تقرأ كتاب بصوتك عايز تعمل اي محتوى صوتي بصوتك. هينفعك بقى طبعا لو انت صنع محتوى او حاجات زي كده. فكل دي برضو حاجات تبع فروع طبع الموسيقى. يعني الموسيقى مش بس ان احنا نحط نحط اغاني ومش عارف ايه وكده. ده برضو حاجات في علم الصوت يعني. فلما بتفتح ده الاصوات اللي عندك فهتلاقي مجموعة اصوات كتيرة وكل صوت ليه بتاعه. يعني مسلا الصوت ده. وينفع تسمعه طبعا عشان تعرف طبيعة الصوت عاملة ازاي? ده امريكان وشاوتي يعني بزع شوية ينفع في الفيديو جيمز. الصوت ده مسلا امريكان برضو الجنسيته امريكان آآ ناعم يعني وينفع في النريشن زي الحاجات اللي بيقروا الكتب او الحواديد او الكصص وكده. آآ مسلا الصوت التاني ده ومش عادة بينفع في الفيديو جيمز. فكل صوت ليه طبيعة صوت مختلفة تقدر تختار الصوت اللي انت عايز. فما مسلا نختار اول واحد ده وينفع انه يحط له اي حاجة يعني سواء بالانجلش او بالعربي وهو يرهلنا يعني. فممكن مسلا نكتب اي حاجة كده نجرب او اهلا بيكم مسلا في حلقة جديدة من حلقات الموسيقى بالزكاء الاصطناعي. مسلا نشوف هيعمل ايه? انا كتبتهو بالعربي عادي ما نشوف وعمل جينريت. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسيقي بالذكاء الاصطناعي. اه هنا هنلاحظ مسلا قال لي الموسيقي فمسلا لازم اغير ليه دي مسلا نخليها الموسيقى عادي مسلا ودي نخليها برضو كده عشان يعني حسب التشكيل يعني. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسيقى بالذكاء الاصطناعي. او وهكذا طبعا بتفضل ماشي معاه بقى واحدة واحدة لحد ما تطلع احسن نتيجة بس هو مشكلة انه بيزع جامد فهو مش بيزع ولا حاجة هو الديسكريبشن بتاعه اصلا انه وقال لك يعني ده وظيفته ان هو بيزع فانت لو عايز مسلا صوت مختلف شوية صوت هادي شوية صوت كده فبتشوف الديسكريبشن اللي انت عايزه. كمان ينفع تعمل يعني انت تختار تفاصيل الصوت اللي انت عايزه. فانا مسلا عملت صوت اهو سميته احمد. اه ده مش بصوتي يعني بقتار اصوات جاهزة بس انا بايف الصوت زي ما انا عايز يعني عايزه بيزع ولا عايزه يعمل ايه ولا كده. وخليه يقول نفس الكلام ده ونشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسيقى بالذكاء الاصطناعي. شوفوا يعني هنا اه مفروض اللي بيتكلم ده يعني ذكاء اصطناعي مش مش حقيقي يعني. لكن الصوت طالع بنسبة كبيرة جدا حقيقي. فطب ده ممكن يساعدك في ايه? ممكن يساعدك في بودكاست. اه تحط له كتاب وهو يقرهولك. تحط له اه مثلا حلقة وهو يقرهولك. تعمل بيه حلقات على اليوتيوب. حاجات كتير جدا بقى افكار كتير جدا. تعمل بيه تعمل بيه اي حاجة. ينفعك في شغلك ينفعك في اي حاجة. طيب حاجة كمان. ممكن اجي هنا على ده كده. ده هو بقى بيعمل اللي هو الاستنساخ الصوتي. بقى وتدوس هنا كده وتبتدي تدي له بقى ايه التفاصيل وعايز اللغة ايه? والكلام ده كله. ممكن تاخد محتوى معين من اليوتيوب او حاجة زي كده وهو يستنسخ لك الصوت منها. بس في بقى هنا ممكن تكون الخطة المدفوعة او لازم يكون معاك آآ يعني عدد حروف معينة يعني مسلا هنا بيعملك بالحروف. عندك مسلا ثمان تلاف حرف من عشر تلاف حرف. وهكذا. يعني موقع برضو محتاج انك تقلب فيه شوية تعرف تفاصيله ايه. بس العموم بتاعه ان هو موقع بتاع زي ما انتم شايفين كده تقدر تستخدمه زي ما انت عايز. هسيبزيكم اللينك في الديسكريبشن ولازم برضو نقلب فيه شوية ونشوف بيعمل ايه زيادة وكده لانه يعتبر ما شرحتش الموقع بكل تفاصيله لكن هو موقع مهم جدا. اتمنى تكونوا تستفيدوا من الكورس ده. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة.